اشتركوا في القناة على اهتمام جلالته الدائم ومتابعته المستمرة لأعمال مجلس الشورى بهدف تحقيق ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين وشعبها الكريم ومواصلة النهج الديمقراطي ومسيرة الخير والتنمية والتطوير والتحديث في العهد الزاهر لجلالته رعاه الله وأكد رئيس مجلس الشورى أن احتفال العالم بهذا اليوم يمثل اعترافا دوليا بالدور المحوري الذي تلعبه البرلمانات باعتبارها أحد أهم ركائز الديمقراطية حيث يبرز دور البرلمانات من خلال سن التشريعات والقوانين التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة معاهدا جلالة الملك المفدى على مواصلة العمل بكل أمانة ومسؤولية وإخلاص لتكريس أسس الديمقراطية ووضع السياسات والتشريعات الملائمة من أجل البناء والتنمية وترسيخ الاستقرار والرخاء في مملكة البحرين وتعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة من أجل رص الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتلبية لطموحات شعب البحرين نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري تحقيقا لمستقبل أفضل للأجيال القادمة سائلا المولى يحفظ صاحب الجلالة ويديم على جلالته نعمة الصحة والعافية ويحفظ البحرين وشعبها ويحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ترجمة نانسي قنقر